صحيح أننا من أخذ الصورة ومننتبه لأبعادها يمين وشمال وفوق وتحت والزوم تاحها لكن مرات ألوانها وإضاءتها بتكون مختلفة عن الصورة الملتقطة فبتطر المصورين مرات أنه يفتحوا على هاي الشاشة اللي يسميها Live View اللي بيتفرجينا كل إشي بألوانه بإضاءته بزوم تاعه إلى آخره بشكل صحيح 100% قبل التقاط الصورة صحيح هاي الخاصية مش موجودة بالنكون بس حب أنا أولا هاي الشغلة أنه عن نيكون ممكن أنت تأخذ الصورة تكون ألوانها وإضاءتها صحيحة لكن بعد ما تلتقت الصورة هاي الألوان ممكن تختلف وتتغير حسب الشاشة هاي الخاصية موجودة بالكانون والسوني بنسميها Exposure Simulation أنه كيف ممكن يطلع Exposure الصورة الملتقطة هيك بتتنبأ الكاميرا فيه تقريبا بيكون 99% صحيح هاي موجودة الخاصية في كاميرات الكانون والسوني لكنها بإنه يكون غير موجودة طور الموضوع حاليا عم منعيش هاي الفترة بأحدث اختراع للكاميرات اللي هي كاميرات الميرورلس إيش يعني ميرورلس يعني من غير مراي طب يليو إحنا كيف منشوف الصورة إذ المراي مش موجودة بكل بساطة حبيبي كاميرات الميرورلس شالوا فيها المراي فصارت الكاميرا أصغر وأنحف الصورة بتدخل على السنسور مباشرة إذا أنت بدك تشوفها بعينك على viewfinder في سلك موصل على الشاشة فوق فصار اسمه إلكترونيك viewfinder EVF هذا الإلكترونيك viewfinder هو عبارة عن شاشة صغيرة بتخليك تشوف الصورة بإضاءة وألوان نفس الصورة لما تلتقطها فهاي فكرة الميرورلس بترايحك شوي بالشغل إنه خلص هاي الصورة ممتازة ألوانها كل إشي فيها ممتاز تكبس هاي هيك صار الموضوع وهذا اللي أنا اختبرته شخصي كنت أصور على كاميرتي الـ 6D كانت DSLR قعد ثلاثة سنين تقريباً فإنه نأخذ الصورة بس لما أجي أفتحها يا الله ألوانها وإضاءتها غير لكن لما جربت الـ R لما أكون بالحفلات خلص واضح الألوان والإضاءة وكل إشي صح فإنت بتكبس سيف وتطلع الصورة ممتازة زي ما أنت بدك بالضبط طبي يا ليو حيرتنا شو الأحسن نشتري DSLR ولا ميرورلس هلا حبيبي بالنسبة للوقت الحال لأن الميرورلس اختراع حديث نوعاً ما عملوش عشر سنين تقريباً لساته سعره غالي بالنسبة لكاميرات DSLR لأن الشركات بدأت تحاول تربح قدر الإمكان لكن صراحة أنا أتوقع بعد خمس سنين كل السوق رح يصير ميرورلس فإنت إذا بدك تشتري إشي آمن للمستقبل خلص ما ترجع تشتري بعده بنصحك تشتري ميرورلس هذا أولاً ثانياً فيه لسا عيوب بسيطة موجودة بالميرورلس لهو أنه استهلاك البطارية أعلى فداماً بنصح أنه لما تشتري كاميرا ميرورلس يجيب معها بطاريتين بدل بطارية واحدة لأنه أنت عندك شاشتين عم بشتغله يعني إذا طفت اللي تحت اللي فوق شغاله والعكس لكن فيه إيجابيات كثير للميرورلس منها هسا وجود الفوكس على العين بدل الوجه هاي كمان كثير بتفرق معانا مش موجودة بكاميرات DSLR وهي على كاميرات الحالية هلا عم بصور الفيديو الفوكس عم بلحق عيني مش وجه فخلينا نتفك حالياً إنه الإشي الأفضل إنك تشتري الميرورلس إذا صح حلك لكن زي ما حكينا بدها ميزانية يا ليو طيب ما معيش ميزانية كبيرة عادي جداً حبيبي تبلش بكاميرا DSLR سعرها خفيف وطري بعدين تحط في بالك تطور لكن بدك تنتبه إنه كمان مش بس الكاميرا DSLR ومرورلس وكمان بدك تنتبه إنه العدسات حتى في إشي بركبس للDSLR وفي إشي بركبس للمرورلس وفي إشي أدابتر بزبط بينهم الاثنين فهذا كمان بدك تحطه بعين الاعتبر